حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمني عن حفصي بن عاصمين عن أبي سعيدي بن المعلق قال كنت أصلي فدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لا أعلم أنك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلم أنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك يعني ابن عمير عن أبن أبي المعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل فيها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فبكى أبو بكر فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه عز وجل بين لقاء ربه وبين الدنيا فاختار لقاء ربه وكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بل نفديك نفديك يا رسول الله بأموالنا وأبنائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد آمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابن أبي قحافة ولكن ود وإخاء إماء ولكن ود وإخاء إماء مرتين وإن صاحبكم خليل الله عز وجل